مرحبا جميعا بتمنى تكونوا بخير طلابي وأخيرا خلصت رح نبدأ تصويرنا إن شاء الله لكتيب أو كورس ممكن نحكي ألف سؤال وأكثر الآن أنا بهذا الفيديو البسيطة كثير رح أشتح لكم شو موضوع الكتيب بالزبط لأنه في كثير طلابي بنتساءلوا إنه أوكي هو كتيب أسئلة لكن كيف فكرة أنا كثير بسطتها لكم الفكرة كالتالي بالبداية إحنا عندنا هون الفهرس دكو؟ السومير الفهرس أنا مرتبت لكم إياه كمادة فصل أول وكمادة فصل ثاني الآن إحنا بنعرف إنه مادة الفصل الأول رح يكون فيها الونيتي كاتر توريزم دوسيا آلو أزورداني يعني إنه بيكون في عندنا اليونت فور إي فور بي فايف إي وإحنا هذا الحكي عارفينه إنه هو ثلاث وحد تقريبا إحنا رح نحكي لأنها وحدة تكو أنه هي اليونيتي فيها آو بي لكن أنا بعتبر إنه إحنا في عندنا ثلاث وحد بالفصل الأول وبالفصل الثاني رح نكمل التعداد يعني مش كان في عندنا خمسة اللي هي فايف إي بآخر إشي بالفصل الأول في عندنا فايف بي سيكس إي سيكس بي يعني كالتالي في عندنا ثلاث وحد فصل أول وثلاث وحد بالفصل الثاني أغلب الطلاب وإن شاء الله يعرف إنه يكون لكل ختم فصل أول وأموركم تكون تمام لما نبدأ فصل ثاني ونكون دارسين وكل هذا الحكي أكيد إحنا بحاجة إنه نعرف هل إحنا مستوانة زي ما كان وأفضل ولا لسه مش قادرين إحنا ما يعرف كيف الأسئلة الوزارية ممكن تيجي كيف التركات وإلى آخره يعني إحنا بيكون أنا خوف معين من كيف طبيعة الأسئلة أنا هون كاتبت لكم إنه هذا الفهرس بيكون بيوضح فقط أسماء الوحد يعني ما تفكروا إنه أنا هون رح أدرج لكم بالفهرس كل قواعد يعني أحرف الجر، الاستفهام، الأسماء، هذا الحكي نو فهون كاتبت لكم بدون تفصيل يعني لكل القواعد اللي ممكن إحنا نشوفها دكار عشان هيك أنا بطلب منكم إنه بيكون في عندي أنا دوسية فصل أول للفصل الأول لحال وفي دوسية للفصل الثاني لحال يعني هون شايفين كيف الأسئلة خليهو المادة الفصل الأول هاي لحال هيلها الدوسية لحال وإحنا عارفين هالدوسية دوسية الفصل الأول الآن هون مادة الفصل الثاني برضو إيلها الدوسية فأنا قبل ما أشتري كتيب أو كورس الألف سؤال وأكثر طبعا هم ألف سؤال وميتين منوعين بكل الأشياء الوزارية والمقترحة فأنا قبل ما أشتري كتيب الأسئلة ضروري أعرف المس كيف طريقة شرحها كيف إحنا درسنا هاي القواعد كيف التفصيل تبعهم فإحنا بيلزمنا كتير أنه إحنا نكون درسنا هدول الدوسيتين وإحنا نكون درسنا هدول الدوسية الثالثة لأنه هدول كل هيدهم سلسلة سوا فالدوسية الثالثة هي هاي فهون أنا عاملت لكم حتى تلكم هون الأسئلة ستكون منفصلة لكل قاعدة لوحدها يعني مثلا إحنا لوحدة الأولى فيها أحرف جر اعرفوا أنه أحرف الجر لهم أسئلة لحال مثلا الاستفهام إلو كل الأسئلة اللي بتخصوا وربعض يعني ما عملت لكم إياه ميكس وين؟ رح تحكولي طب ميس ما هو كيف إحنا ما نعرف كيف الوزارة وكذا كذا هسا النسخة القديمة من الكورس كان ميكس ولاحظت أنه في صعوبة عندكم أنه مثلا بيكونوا الطالب مش شوي شوي في أحرف الجر في الاستفهام كذا فبدو كل قاعدة منفصلة لحال ما بدو إياها سوا فأنا حاولت هاي المرة بهذا الكورس تكون فكرة جديدة لإلكم تسهل عليكم وبرضو فيها شاملة كتير أمور على سبيل المثال حطت لكم هون أسئلة وزارية ومقترحة للوحدة اللي هي اللي هي 4A طلعوا كيف اللي بالعنوان اللي باللون الأزرق اللي هو عنوان القاعدة نفسه أسئلة وزارية أو مقترحة على الزمن الحاضر أو المضارع زائد الفعلين بهم أدخ وأفواق وي وها بنظل نحل لحتى تخلص هاي القاعدة شايفين كيف يعني هون حاليا أنا حاطت لكم على هذا الحكي كامل نشوف كيف كم سؤال أوي هاي تقريبا 59 سؤال يعني إذا الطالب كان دارس بس زمن الحاضر هو كيف الأفعال مجموعة الأولى الثانية الثالثة وكيف درس الأدخ والأفواق بيجي بيختبر حاله غير الأسئلة اللي إحنا حليناهم في الكورس اللي هو الأول زيادة دكور ممكن رح تلاحظوا فيه أشياء تكررت من الدوسية لأنها هي سلسلة أسئلة كاملة فهمتوا كيف مثلا الطالب خلص بده يختبر حاله على درس الحاضر الشرطي فبيجي شوفوا شو كاتبت لكم هون أسئلة وزارية ومقترحة على الحاضر الشرطي اللي هو وهذا كتير سهل هاي الصيغة وي فبيجي الطالب بيضلي حلي 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 الآن شو موضوع اللي بتلاقوهم باللون الأحمر هدول اللي أنا عاملة فيه أشياء فيه أمور أنا بتلاقي إنه الفراغ بهمني أطلع على قبله عشان أنا أعرف شو الجواب فيه أمور لأ إحنا لازم ننتبه للي بعد الفراغ فيه أشياء فيه قبل فيه بعد فأنا بحاول لإحنا لساتنا بندرس ونرتب أمورنا قبل الإمتحان الوزاري إنه أحكي لكم مثلا شايفين كل هذا السؤال هاي الجو هي اللي بتحدد لنا شو الجواب اللي هما بدهم إياه بهذا الفراغ مثلا جو بوريه ولا جو بوريه ولا جو بوريه ولا جو بوريه ولا جو بوريه وي فها هي الفكرة مثلا أنا هسا الآن مثلا بدي أختبر حالي في الأسماء في الصفات في المقارنة والتفضيل بتلاقوني أنا كاتبت لكم في العنوان هاي اللي باللون الأزرق داكو حطت لكم إياهم في العربي وفي الفرنسي عشان ما تحكوا لي ما أنا بدور على المقارنة ما هي هالمقارنة كنفغاتيف والسوفيغلاتيف تفضيل مقارنة تفضيل تنتين فبنضل نحل بشوف كيف الأمور كتر ما إحنا كان عنا ممارسة منيحة للأسئلة وصرنا متعودين خلص بروح الخوف إحنا وين الخوف بيكون عنا؟ بيكون لما أنا أكون كطالب درست الدرس خلصت الوحدة قدمت في المدرسة لكن أنا بيضل عندي خوف وتوتر ليلة الامتحان كذا فأنا ما بدي لكم بيضلكم بتتركوا هذا الشغول لليلة الامتحان لأنه هاي أنا عملت لكم كورس ألف سؤال وأكثر مش رح ينحل فيه ليلة امتحان نهائيا لكن أنا حليت مثلا استصعبت سؤال 31 بحط نجمع عنده بحط في الهايلايتر بحط أي شي المهم أنه لما أرجع أتصفح الكورس ألاحظ أنه هاي أنا علقت عنده فأفترضوا كل الأسئلة اللي إحنا علقنا فيهم الامتحان كل هاي الأسئلة مش امتحان لخمسين سؤال أفرض أنت من بين هالألف سؤال أنت حليت أربعمائة سؤال في عندك خمسين سؤال علقت فيهم هيك خلي شوي هيك لأنه نحس بخوف أنه ممكن إحنا ما نعرف هذا السؤال فخلينا ندرس له من قبل مش يلا خلص معنا دارس أحرف الجار ممكن سؤال بسيط يعني عملنا له ترك بسيط جدا مش رح نعرف نحل له فهاي هي الفكرة هاي موضوع الكورس كامل هو كتير حلو كتير سهل بيفيد كل الطلاب حتى اللي مش دارسين على الأشياء أو حاضرين الأمور اللي بتخصني مثلا لكن إحنا مدام في عنا كورس أسئلة أنا بالنسبة لهذا كورس الأسئلة عاد سريع بيكون موضوع سهل باختبر حالي بلاحظ أن الموضوع كتير سهل وكتير بسيط فأنا حاب أني أفيدكم بهذا الموضوع وأكيد أي حدا جاب الكورس رح يحضر هاي الحصص كاملة رح يتم تصويرها لكن مش كلها 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 يعني للجميع دكوغ كلهم رح يكونوا على البطاقة دكوغ بس أكيد أنا رح أصور لكم جزئية منيحة رح تكون فور فري للجميع رح تنزل يوتيوب ورح تنزل برضو على سوشال ميديا بجاك العام دكوغ ويعطيكم ألف عافية وشكرا كتير وكمان برضو طلابي لما إحنا نخلص كل القواعد اللي بتخص هاي الوحدة الأولى مثلا اللي هي فور اي بتلاحظوا أنه أنا كاتبت لكم ملاحظة صغيرة في نهاية الوحدة مثلا أنه طلابي الأعزاء انتهت الأسئلة الخاصة في الوحدة فور اي يعني أنا هالأسئلة المقترحة والوزارية اللي منه عندي حابة أخطها دوري هدا هذا العدد دكو هسا إحنا الآن حلينا مثلا أنا مش رح أبعد للمس مثلا نلمس مع ليش أنك أنت تصلحي لي تعملي لي كذا كذا مع أنه لو بعدتوا لي مش رح أقصر مع الجميع أكيد بتعرفوا أن ترقم الواتس أب هاي هون تبعتوا لي أي إشي بخص سواء الكورس تاعة الأسئلة أو الكورسين الأساسيات اللي هم للفصل الأول والفصل الثاني منعيون الثلاثين إن شاء الله مش رح أقصر معاكم ورح تكونوا مستفيدين لكن هل يمس فيه إجابات يعني أنت حاطة في الكورس نفسه إجابات لكل الكورس ولا لا ولا لازم نبعط لك وتبعطينا وكذا لا كل ياتوا واضح داخل الكورس شوفوا كيف بس نخلصت عن نفس الموقع يعني خلصت من هون الوحدة الـ 4A دايريكت وراها شو بكون كاتبت لكم الإجابات الخاصة في الوحدة 4A وبعدين حاطت لكم كل مربع لحال لكل القواعد إجابات الزمن الحاضر والفعلين يكون ويملك مش كان لهم 59 سؤال كل يهيتهم مثلا إجابات الحاضر الشرطي مش كان لنا 8 أسئلة هذه 8 أسئلة إجاباتكم بعدين كان فيه أن الصفات الأسماء المقارنة والتفضيل فكامل هذا الحكي كتير موضح للكم وكتير سهل وانتم رح تستفيدوا من هذا الموضوع حابين تحلوا كل قاعدة الحال وتجاوبوا لحالكم برضو بصير حابين تمسكوا وحدة وحدة وتكونوا مخلصينهم ودارسينهم برضو بصير الخلاصة أنه إحنا لازم نظل نحل لازم نظل نستفيد لأنه كل ما أخذت إيدنا على الحل إحنا بتكون أمورنا كثير منحة بعطيكم ألف عافية وشكرا كثير